والاستقبال بالأمس يعني حدث ولا حرج عن كل الأشقاء في الإمارات إخواتنا بالتأكيد كل الإماراتيين في الاستقبال والتواجد دايما مع بعسات النادي الآلي في الفترة السابقة وفي الفترة الحالية قدامك هو كمان دي صور بتعكس بقى لأنا بقوله بشكل عملي استقبال كل طبعا المسؤولين في الإمارات وتحديدا كمان الإعلامي الكبير الأستاذ يعقوب السعدي الإعلامي الكبير اللي بالتأكيد ده بيلقى حب واحترام وتأدير من جماهير النادي الآلي بشكل خاص وجماهير مصر بشكل عام والنادي الآلي موجود في الإمارات أو في إمارة أبوظبي أكنه بالضبط موجود في مقر الرئيسي في مقر النادي بالجزيرة أو موجود في القاهرة استقبال كمان وحديث مع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة والحمد لله كل الأمور إن شاء الله تسير بشكل طيب بالنسبة لي استقبال البعثة والتحضير لأولى المباريات أمام مونتري المكسيك قدامنا كمان وليد سليمان كابتن حسين الشحات يعني إن شاء الله بإذن الله اللعبة والنجوم يكونوا قادرون على تهديم أفضل ما لديهم في هذه البطولة ولا ننسى إن النهاردة 1 فبراير نادي الجزيرة الإمارات هيبدأ يسجل قايمته اللي يلعب بيها بعد غد إن شاء الله أمام تهيتي وبطل تهيتي وإن شاء الله نتمنى التوفيق لفريل الجزيرة اللي يتأهل ويلعب مع الهلال السعودي لكن نادي الأهلي مباراته الأولى يوم السبت القادم فالنادي الأهلي هيسجل قايمته الرسمية 23 لاعب بشكل رسمي بإذن الله يوم الخميس القادم 3 فبراير وده الموعد الرسمي والنهائي اللي حدده الفيفا وأعلنناه مسبقا في مرات عديدة طيب دي الأمور الخاصة بأخبار الأهلي ترجمة نانسي قنقر